تزامنا مع إعلان العدوان الروسي عن هدنة يتم تطبيقها في مدينة حلب ابتداء من الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم والتي أكدت الفصائل العسكرية العاملة على الأرض عدم العلم بها إطلاقا نلتقي بالقائد العسكري لغرفة عمليات الراشدين النقيب أمين ملحيس للحديث عن رأي الثوار في هذه الهدنة وتداعية تطبيقها إن تم على الأرض نقيب أمين أهلا بك أهلا بكم نقيب أمين بداية أعلن الطرف الروسي عن هدنة يتم تطبيقها في مدينة حلب تشمل طائرات العدوان الروسي وطائرات النظام السوري بداية ما هو موقفكم من هذه الهدنة وهل فعلا الثوار لا يعلمون بوجودها بداية كنا قد نوهنا سابقا وفي عدة لقاءات وعن ما يجري على الأرض وعن الهدنة التي قام العدوان الروسي بطرحها أن العدوان الروسي مع النظام السوري خلال عدة سنوات مضت من عمر هذه السورة لم يلتظموا بأي هدنة طريحت هم من يقتلون وهم من يطرحون لهدن لم نتلقى أي معلومات حول هذه الهدنة كفصائل مشاركة على الأرض في ريف حلب الغربي روسيا هي من طرحت هذه الهدنة وهي من طرحت ممرات الإنسانية وإدخال مساعدات وبنفس الوقت هي من قصف قوافل الهلال الأحمر السوري في منطقة أوريم الكبرى وارتقى عدة شهداء من الهلال الأحمر السوري أيضا ليلة البارحة بعد الإعلان عن هذه الهدنة وعن إيقاف سلاح الجو الروسي في الأراضي السورية بعد عدة ساعات قامت الطائرات الأدوان الروسي بقصف منطقة عواجل وهي منطقة سكانية مدنية ومأهولة بكثافة سكانية لا يوجد فيها أي مقرات تابعة لأي فصيل كان بعدة غارات من الصواريخ العنقودية والفراغية أسفرت عن أكثر من 40 شهيد و70 مصاب نقيب أمين يتساءل أحدهم حول ذريعة إخراج مقاتلي جبهة فتح الشام من مدينة حلب ليقاف القصف حسب المطلب الروسي بداية ما هو موقف الفصائل العسكرية العاملة على الأرض من هذا التصريح أو من هذا البيان بالنسبة لحركة فتح الشام هي حركة أو فصيل مقاتل على الأرض كما باقي الفصائل كلهم من أبناء الشعب السوري فقط كانت زريعة لروسيا لقصف حلب 200 أو 300 مقاتل في حلب هم أخذتهم روسيا كزريعة وتريد إبادة حلب بالكامل واعتبرتهم فصيل إرهابي فهل إذا خرجت فتح الشام من حلب الشرقية فهل سيخرج معها الميليشيات الإيرانية الميليشيات العراقية والأفغانية واللبنانية وحتى الكتائب الروسية والضباط الروس هل سيخرجون أيضا من حلب هذا سؤال نوجهه للحكومة الروسية حول موضوع إدخال المساعدات الإنسانية نقيب أمين إلى داخل مدينة حلب في حال تزم الطرف الروسي حقا هو نظام بإدخال المساعدات ما هو موقف الفصائل العسكرية العاملة على الأرض نحن نسهل جميع القوافل الإغاسية لأي جهة كانت ولكن من يريد أن يدخل هذه القوافل هو نفسه من قصف هذه القوافل في منطقة أوريم الكبرى وقلنا قد ارتقى عدة شهداء من الهلال الأحمر فلا ثقة أو هم يتحدثون في اتجاه وينفزون باتجاه آخر إذن الفصائل العسكرية العاملة على الأرض ليس لديها أي علم بهذه الهدنة التي أعلن عنها الطرف الروسي والالتزام بهذه الهدنة على حد تعبير الفصائل العسكرية مرهوم بالتزام الطرف الروسي الذي يقصف السوريين إبراهيم الخطيب أورينتي نيوز من مدينة حلب